السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثالث في مادة رياضيات سنقوم بحلها معا لدينا التمرين الأول أتميم شريط الأعداد التصعودية لدينا 83 نتميم الشريط التصعودية نعمل من الثلاثة وثمانين ونصعد العدد الذي يأتي بعد الثلاثة وثمانون أحسنتم أربعة وثمانون ثم جيد خمسة وثمانون ثلاثة وثمانون أربعة وثمانون نواصل ستمة وثمانون بعده جيد سبعة وثمانون ثم تسعة وثمانون جيد تسعون بعده واحد وثمعون واحد وثمعون جيد اثناني وثمعون ثم تلاثة وثمعون أحسنتو 94 وآخيرا 95 أتممنا الشريع ترتيب تصاودي نراجع 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 نلتقل إلى التمرين الثاني أكتب العملية عموديا وحسب لدينا عملية أفقية المطلوب منا حسابها عموديا نكتب الأعداد 25 25 20 زائد 4 4 وحدات نكتب 4 وحدات تساوي ونجمع الوحدات مع الوحد 5 زائد 4 5 في الرأس ونكتب 4 وحدات 5 6 7 8 9 نواصل 2 زائد لا شيء جيد تساوي 2 الوحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرات ننتقل إلى العملية الثانية 43 زائد 26 نكتب 43 عملية زائد 26 نبدأ من الوحدات 26 3 8 2 7 3 زائد 6 3 نضيف لها 6 3 فرص ونكتب 6 1 2 3 4 5 6 6 ثم نحسب 3 4 5 6 7 8 9 أحسنته تساوي 9 ثم العشرات مع العشرات 4 زائد 2 نكتب 4 مع 2 4 فرص ونكتب 2 4 5 6 6 يمكن استعمال أصابع الأيدي إذن 3 40 زائد 26 تساوي 69 ننتقل إلى التامين الثالث أضع كل عدد بين عددين لدينا عدد المطلوب نضع هذا العدد بين عددين لدينا 61 34 82 61 قبله يأتي أحسنتم 60 61 بعده جيد 62 61 62 ننتقل إلى العدد الثاني 34 قبله جيد 33 33 34 بعده أحسنتم 35 33 34 35 ننتقل إلى العدد الثالث 82 قبله أحسنتم 81 81 82 82 ثم بعده ثم بعده جيد 38 38 نراجح الأعداد 61 محصول بين عددين رمى 60 62 العدد الثالث 34 بين 33 35 والعدد الثالث والعدد الثالث موجود بين 81 و 83 38 ننتقل إلى التمعين 82 أسمي الأشكال لدينا ثلاثة أشكال ننظر شهيدا الشكل ثم نسميه نقول كيف يسمى هذا الشكل ننظر إلى الشكل الأول نلاحظ لديه دلع 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 واحد اثنان ثلاثة أربعة لديه أربعة أضلع وأضلع متساوية إذن أحسنتم يسمى مربع يسمى الشكل مربع الشكل الثاني لديه دلع واحد اثنان ثلاث ثلاثة أضلع أحسنتم يسمى متلات متلات الشكل الثالث لديه أربعة أضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة أضلع نلاحظ أن الدلع هذا مساوي للدلع المقابل والدلع هذا مساوي للدلع مقابل له كذلك إذن هذا الشكل كيف يسمى جيد مستطيلا السمى مستطيلا الشكل الأول نراجع مربع الشكل الثاني متلات والشكل الثالث مستطيل وهكذا انتهينا من حل الاختبار الفصل الثالث في مدى الترياضية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعالات لياسلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم